بسم الله الرحمن الرحيم كما تشاهدون الآن أنا في حفرة من حفار القبور التي ستكون يوم من الأيام مكان لي ولكم كذلك وأقسم لكم بالله لو طلب مني أن أبقى في هذا المكان ثلاث ساعات وطعامي وشرابي سيأتي إلي لرفضت ذلك وأن أستطيع أن أتحمل هذا المكان يوم واحد والله فكيف بنا إذا نزلنا إكبارا إلى هذا المكان لنحاسب ونعاطب فإذا كان عملنا عمل صالح فإن هذه الحفرة الضيقة بفضل من الله وبقوة من الله وبقدرة من الله ستستسع حتى تكون مد بصر وستبشر بروح وريحان ورب راض غير غضان وسترى مقعدك من الجنة كل هذا بعملك الصالح أما إذا كان عملنا سيئ نسأل الله السلامة وعملنا لا يؤهل إلى أن اتسع قبورنا فنسأل الله السلامة اليوم أنا في هذا المكان دخلت إليه بقوة مني ورضا وسيأتي يوم سأمدن في هذا المكان ولن أستطيع أن أعود إليه فبالله عليكم كيف سيكون حالنا إذا نزلنا إلى مثل هذه إلى مثل هذه الأماكن الضيقة ليس معنا إلا ما قدمنا سيتركنا أولادنا وستتركنا أموالنا ولن يدخل معنا إلا تلك الصلاة التي كنا نؤخرها ولن تدخل معنا إلى هذه الحفرة إلا تلك الآيات التي كنا نتكاسل عليها ولن يدخل معنا هذه الحفرة إلا يعني تلك القلسات الطيبة التي كنا نتهرب منها قلسات القرآن وقلسات الإيمان لن يدخل معنا هذه القبور الأموال ولا الشهرة ولا القاه ولا المكانة ولا القوة لن يدخل معنا إلى هذه الحفرة إلا عملنا الذي قدمناه لله عز وجل عملنا الذي تعبنا فيه لنرضي الله عز وجل حتى وإن كان شيء يسير فإن الله عز وجل قد جعل فيه البركة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال للصحابة حينما رأى حفرة وقفى عليها وبكى قال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا لمثل هذا اليوم فأعدوا اللهم إنا نسألك الثبات اللهم إنا نسألك الثبات اللهم إنا نسألك أنت توفن وأنت راضي عنها